طب بالنسبة للأهل بقى واصحابك أول ما قلت أنك تشتغلي حكم دولي كانوا معترضين ولا كانوا متقبلين ولا اعتبروها حرية شخصية كانت أهلي أول كانوا معترضين طبعا بس بعد كده بتدوي شجعوني يعني وبتدوي يروح معي التمرين وبعد كده يروح معي المطشاط إنتي معتبرة أن شغلتك دي حرية شخصية أه طبعا إيه بقى مفهوم الحرية الشخصية من وجهة نظرك حلو الحرية الشخصية من وجهة نظري هو حريتي لحد ما تنتهي لحد الحرية اللي بعديها يعني حريتي تنتهي عند حرية الآخرين ولا أزي حد ولا حد يدايقني فدي حرية شخصية ولكن برضو ما عملش حاجة تسيق للنظر مثلا تسيق للسامع دي حريتي طب هل أنت موافقة على أن في بعض البنات دلوقتي مفهوم الحرية الشخصية عندهم مفهوم خاطئ آه طبعا فيه بيانات كتير فعلا بيبقوا كده على فكرة أنا ممكن ديكون حتى مثلا مهنيتي بتفرد أو ناس اللي لازم تبصلي من أنا من الناس اللي بتفهم وجهة النظرة أن البنت بميت راجل آه أوكي لطيف أو إن هي تبقى بميت راجل بس ببقى عارفة حدود البنت وحدود الولد يعني ببقى عارفة دوري بينتهي فين والولد إمتى دوره يبتدي ببقى عارفة كويس جدا أن إحنا يعني بارتين ما يفعش الأمور لا خالص ترجمة نانسي قنقر